اشتركوا في القناة ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد فما زلنا في الشطر الاول من مقدمة الناظم رحمه الله تعالى لارجوزته جوهرة التوحيد والشطر الاول هذا هو الذي بدأه بحمد الله عز وجل ثم ثناه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بما ميزه الله به في رسالته وتبليغها وفيما جاء به من الدين الخاتم وهو قوله رحمه الله تعالى على نبي جاء بالتوحيد وقد خالى الدين من التوحيد إذا جاء بالتوحيد في الوقت الذي الدين لم يبقى فيه توحيد والتعبير بخلاء هو الأسلم وعليه الكثير من النسخ والمحققون من الشراح هكذا ذكروا وفي بعض النسخ عوض خلا عراء وفي الحقيقة التعبير بهذا الفعل فيه مخالفة لقياس الفعل وهذا من قبيح الضرورات التي يمكن أن يرتكبها الناظم لأن الناظم إذا اضطر إلى أن يرتكب ضرورة فيجب أن تكون مما يجوز يجب أن تكون مما يجوز للناظم أن يرتكبه من الضرورات أما أن يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو ما إلى ذلك فهذا لا فكذلك هنا فالفعل في الأصل هو عارية يعرى ولا نقول عرى عرى له معنى آخر عرىه بمعنى أصابه يعروه أما هذه هنا فهي فالفعل هنا عارية يعرى فالتعبير يعني عن عارية بقولنا عرى هذا تحريف للفعل ولقياسه وبنائه ولذلك كثير من النسخ لم تذكر هذه الرواية وإنما ذكرت رواية خلا وهي الأصح الأسلام لأنه إذا قلنا عرى فأفسدنا صيغة الفعل حتى إذا أردنا أن نأتي بهذا الفعل فنقول عاري نقف أو نسكت ننتبع لغة السكت عاري من التوحيد وحين إن ستكون كلمة ثقيلة لذلك فالأولى اتباع رواية فعل خلا عوض عارية التي حرفت وقد عارد وقد خلد دين من التوحيد ثم قال رحمه الله تعالى فأرشد الخلق لدين الحق ما زال يتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته التي تميزه عن من سواه ويلخص لنا أيضا وظيفته العظمى السامية التي جاء بها وهي دعوة الناس إلى دين الحق وإرشادهم إليه وهدايتهم إليه وهذه وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة وظيفته ومهمته التي أرسله بها ربنا عز وجل هو هداية الخلق إلى الحق وما أعظمها من وظيفة هداية الخلق إلى الحق أي إلى دين الحق واجعلهم يعرفون ربهم يتعرفون عليه عن طريق وحيه عن طريق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الناس إلى الله أي دعوتهم إلى الله ونصب الحجج والأدلة على ذلك وإسماعهم القرآن الكريم فإن استجابوا فذلك هو المطلوب وذلك هو الأحسن وإن لم يستجيبوا فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ ما عليه فعليه هو ما حمل وعلى الذين دعوا ما حملوا وليس على الرسول جميعا وهذا غير ممكن لذلك خاطبه الله تعالى بهذا فلا تذهب نفسك عليهم حصرات أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فآيات كثيرة كلها يستفاد منها أن المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم وأن وظيفته هو هداية القوم وأنه يبلغ لهم دين الله عز وجل ويقيم عليهم الحجة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم إذن دعوة الناس إلى الله هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه واجبة عليه لكن اهتداءه مستجابتهم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر مرده إلى الله الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء لذلك عندما نتحدث عن الهداية التي هي وظيفة الأنبياء ووظيفة خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما نتكلم عن الهداية فإن لها مقامين اثنين الهداية العامة والهداية الخاصة الهداية العامة هي أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله وهذا أمر لا استحالة فيه لا استحالة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشريعة وبدين وبالقرآن الكريم فعلى كل حال ما أمر به يفعله ويطبقه ويستجيب له ولا عليه بعد ذلك أن يستجيب الناس أو لا يستجيب فمن الأنبياء السابقين من دعوا أقوامهم ولم يم من أحد ومنهم من آمنت منهم قلة ولذلك كما في الأعتار يبعث الناس يوم القيامة ويبعث الأنبياء ومع النبي واحد ومع النبي اثنان ومع النبي لا احد معه يبعث الانبياء هكذا بعض الانبياء يبعث فيهم الواحد منهم الواحد من الانبياء وكم معه من الناس اثنان واخر معه واحد واخر لا احد معه بمعنى انهم دعوا اقوامهم فلم يؤمن احد لذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وزل الله ان يكون اكثر الانبياء تابعا فارجو ان اكون اكثرهم اي الانبياء تابعا يوم القيامة اذا فهذه هداية عامة ثم اذا استجاب من استجاب فلهم على النبي صلى الله عليه وسلم هداية اخرى خاصة وهي الاقبال عليهم وتعليمهم امور دينهم ومتابعتهم ما يدخل في ما نسميه بالتربية بالتربية اذا هناك الدعوة وهناك التربية فالتربية تتعلق بالخواص اي بالذين استجابوا وامنوا ودخلوا تحت لواء الشريعة فاذا هذه هي الهداية التي بأيدي الانبياء والرسل اما ان يستجيب او لا يستجيب فهذا الامر بيد الله حينما يتعلق الامر بالاستجابة او عدمها فهذا بيد الله ولذلك يقول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت اي عندما يتعلق الامر بالهداية التي هي استجابة لان للهداية محطتين اثنتين محطة الاولى الاتيان بهذه الهداية اي الدعوة الناس الى الله دعوة الناس الى الله عز وجل فهذه واجبة على الانبياء المحطة الثانية استجابة من يستجيب واعراض من يعرض فهذا حينئذ لا تكليف فيه على الانبياء لا مسئولية لهم اذا لم يستجيب الناس كلهم انك لا تهدي من احببت لكن الهداية التي هي واجبة على الانبياء يقول فيها الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم لذلك وصف الناظم النبي صلى الله عليه وسلم المصلى عليه في هذا الشطر من المقدمة قال فارشد الخلق لدين الحق اذا هذه وظيفته وظيفته ارشاد الخلق الى دين الحق اي الى دين الله عز وجل الذي جاء به عنه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا صحيف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان اما ما وجدهم عليه وكان المفروض ان يكون على دين ابراهيم عليه السلام فقد حرف كله فوجدهم على الجاهلية الجهلاء فلا يوصف ذلك الدين الذي كانوا عليه لا يوصف لا بالتوحيد كما ذكر ذلك من قبل ولا بانه الدين الحق كما يذكره هنا فجاءهم اذا بدين التوحيد وجاءهم بدين الحق اي بالدين الذي يجب ان يتعبد به الله عز وجل فارشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق الدين قام على دعامتين اثنتين دعامتين اثنتين يمكن ان نعبر عنهما كما عبر بعض الصحابة رذوان الله عليهم بالسلطان والقرآن السلطان القوة والقرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين ودعا اليه واقامه وثبته بهديه والمقصود هنا اسماع القرآن الكريم وتبليغ هذا القرآن وبيانه للناس واقامة الحجة به عليهم فهذا يدخل في القرآن وفي هدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما ذكره القرآن الكريم في مثل قوله تعالى وَإِنَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ وَإِنَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ أي طلب الدخول في جوارك وحمايتك وحفظك له فلا مانع أدخله في جوارك فأجره أي أدخله في حمايتك ولكن إلى متى ما الغاية من هذا الجوار فأجره حتى يسمع كلام الله أي جعله يسمع كلام الله منك وهو في أمن وأمان منك وهو في حمايتك لا تمتد إليه يد ولا يصلت عليه سيف آمنه أو أمنه على نفسه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه أبلغه مأمنه إذن فإسماع القرآن الكريم هو الوسيلة التي كانت الهداية تقوم بها فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهداية الخلق إلى دين الحق عن طريق هاتين الدعامتين التي إحداهما الهدي أو القرآن يعني الكلمة المبينة النصيحة الإنذار والتبشير تبشير بالجنة والإنذار بالنار وبالعذاب للذين لم يستجيبوا ولم يؤمنوا تخويف ترغيب الترهيب فإذن هذا كله عبر عنه الناظم بالهدي وأما السلطان والقوة وما إلى ذلك فعبر عنه بالسيف وليس معنا هذا تصديق المقولة الكاذبة التي ينسبونها الإسلام وأن الإسلام قام على السيف لا أبدا ليس هذا هو المراد ليس هذا هو المراد وإنما المراد أن يعنيك الناس يدعون إلى الله عز وجل ولكن إما أن يستجيبوا فذلك ما نريد وإما أن لا يستجيبوا وحينئذ الذين لم يستجيبوا وأعرضوا وبقوا على كفرهم هؤلاء إن كانوا مأمونين بالنسبة لنا يعني إذا لم يصبنا منهم شر إذا لم يفسدوا في الأرض إذا لم يحاربوا الإسلام والمسلمين إذا لم يسلبوا أموالنا وأرواحنا وأنفسنا وأولادنا ونساءنا إذا لم يعتدوا علينا فلا منع أن يبقوا على ما هم عليه نحن لا يضرنا كفرهم إنما يضرنا إفسادهم في الأرض اعتداؤهم عن الأرواح وصفكهم الدماء هذا الذي يضرنا أما إن كانوا مسالمين فلهم دينهم لكم دينكم ولي دين إذن فالسيف المشار به إلى القوة والسلطة إنما يكون على المعتدين المجرمين على الذين يخيفون العباد لا من المسلمين ولا من غيرهم فحتى يفهم كلام الناظم على حقيقته بأنه لا أحد يقول بأن الإسلام جاء للعنف وجاء بالقوة فقط وجاء بالسيف والقتل فقط ليس هذا هو المقصود أبدا بدليل أن كثيرا من أهل الملل الأخرى وكثيرا من الذين لم يدينوا بالإسلام عاشوا في كنف المسلمين محميين مواطنين لهم حقوقهم المادية والمعنوية ولكنهم كانوا آمنين ومأمونين آمنين على أنفسهم من غيرهم ومأمونون بالنسبة لغيرهم لا نخاف منهم بطشا ولا نخاف منهم فتنة ولا ولا من الأمور التي قد تمسوا الأرواح والأنفس والدماء وما إلى ذلك فهؤلاء إن عاشوا معنا دون فتنة ودون سفك الدماء ودون الاعتداء فمرحبا بهم مرحبا بهم إذا كانوا بهذا القدر من الأمن والسلم لكن إذا اعتدوا فالله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بل إن هذا الاعتداء حتى ولو كان في أشرف وأقدس الأماكن فنرد اعتداءهم ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين إذن فالمقصود عند الناظم رحمه الله تعالى بالسيف القوة والسلطة والدين إنما قام بهما لأنك لو تركت الناس هكذا دون حكم ودون ضبط ودون يعني هيمنة على المنحرفين والمجرمين والمعتدين وما إلى ذلك فإن الأمر ينفرط فيه العقد ويفعل كل ما يشاء وجميع أساليب إلا للانحراف والشذوذ والفتن وما إلى ذلك ستكون لذلك لا بد من الأمرين معا لا بد من الهدي لا بد من القرآن ولا بد من الكلمة ولا بد من الخطاب المبين لدين الله عز وجل وشرعه وتفقيه الناس في هذا الدين هذا من جهة وعلى هذا قام الإسلام الإسلام في جل أمره قام على الإبلاغ على إبلاغ كلمة الله وشرح الإسلام للناس لأن الناس لو مكن لهم لو لم تحف بهم المشاكل والمصائب والفتن والاعتداءات وما إلى ذلك لو مكن لهم وأعطوا جوا هادئا آمنا مستقرا ليفهموا الإسلام لفهموه ولدخلوا فيه المشكل هو أن كلمة الإسلام تبلغ ويحفها مصائب وشرور كثيرة ومهدمات كثيرة ومذاهب هدامة فالمقصود أن الإسلام لو رجعنا إلى هذه المسافة الزمانية منذ أن جاء إلى الآن لوجدنا أنه في جل ما قام به واستقر به إنما استقر بالكلمة الحسنة بالموعظة الحسنة بالحكمة أما احتياجه إلى أن يقوم بالقوة فعندما تقوم الأسباب عندما تكون هناك الموجبات لو قرأت تاريخ الأمة الإسلامية وتاريخ الإسلام منذ أن جاء إلى الآن لن تجد أن الإسلام ابتداءا قام بالقوة دون أن تقام الحجة بالعرض والبيان والشرح وإفهام القرآن وما إلى ذلك أبدا أبدا ومن يقول وغير هذا فإنما يفترع الإسلام الإسلام على كل حال يرحب بالجميع لكن على أساس أمن الناس وحقن دمائهم وعدم المساس بأعراضهم وأموالهم فكل من أراد أن يساكننا هكذا فلا مانع أبدا ولم يرفض الإسلام مثل هؤلاء على مر هذه العصور والقرون بصيفه وهديه للحق ثم ختم هذا الشطر الأول فقال محمد العاقب لرسل ربه محمد العاقب لرسل ربه يعني هذا بدل من ما سبق لأنه قال في الأول ثم سلام الله مع صلاته على نبي فالآن جاء البدل فقال محمد هذه الكلمة هذه محمد الذي يسمى النبي صلى الله عليه وسلم إن جعلتها بدلا فتقول بالكسر محمدي وإن جعلتها بالرفع وهذا هو الأحسن فإنك تجعلها حينئذ خبرا لمبتدأ محذوف وهذا الأسلوب يسمونه أسلوب القطع أسلوب القطع يعني أنك عوض أن تجعلها تابعة لما قبلها وهو كلمة نبي قطعتها عن ذلك قطعتها عن تبعيتها للكلمة السابقة وجعلتها يعني مستنفة جعلتها في جملة مستنفة من مبتدئين وخبر المبتدئ محدوف والخبر هو محمد ولك لغة ثالثة ووجه ثالث وهو النصب ويكون حينئذ على الاختصاص أعني محمدا على نبي جاء بالتوحيد أعني بهذا النبي محمدا فكلمة محمد يجوز فيها الوجوه الثلاثة الرفع والنصب والجر فالجر على البدلية والرفع على القطع والنصب على الاختصاص فيكون مفعولا به بفعل محذوف ثم إن كلمة محمد هي منونة يعني مصروفة لأن الكلمة التي تكون منونة ونمنعها من الصرف هذا المنع من الصرف معناه أننا نزيل التنوين فإذا حذفنا التنوين وتركنا الكلمة غير منونة فقد منعناها من الصرف يعني المنع من الصرف يتجلى في أمرين أولا أن تمنع الكلمة من التنوين وتانيا أن لا تمتعها بالكسر أن تمنعها من الكسر فاللفظة الممنوعة من الصرف إنما ترفع أو تنصب وأما أن تجر فلا بل تنصب عوض الجر تكون يعني معربة بحركة الفتحي النائبة عن حركة الجر هذا هو ما يدل على المنوع من الصرف 因为 هذه علاماته علاماته منعه من التنوين ومنعه من الكسر فالممنوع من الصرف لا يكسر وجر بالفتحة ما لا ينصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف أي الإسم الذي هو ممنوع من الصرف جره بالفتحة مررت بأحمد ولا تقول مرت بأحمدي أو أحمدين مررت بأحمد فأحمد مجرور بالباء وعلامة جره التحنائب على الكسر لأنه منوع من الصرف لكن هنا شيء آخر وهو حدف هذا التنوين سواء يعني أخذنا وجه البدلية أو القطع أو الاختصاص نصبنا أو رافعنا أو يعني كسرنا فلا بد من حذف التنوين أي لا بد من منع هذا اللفظ من الصرف والأصل أنه غير ممنوع من الصرف هو مصروف لكن المانع من ذلك هو الضرورة ضغط الوزن لو صرفناه ونوناه لا فساد الوزن مثلا لو كنا محمدان العاقب كل حال هنا يفسد الوزن فلا بد أن تمنعه من الصرف فإن نصبته قلت محمد العاقب إن رافعته محمد العاقب إن كسرته محمد العاقب فإذن لا بد من منعه من الصرف لأجل ضغط الوزن إذ لو صرفناه لاختل الوزن لاختل الوزن ثم كلمة العاقب تقرأ بسكون الباء تقرأ بسكون الباء بعد الشراح لجهر التوحيد كالصفاقصي تونسي قال إن سكون الباء هنا للوزن اعتبره من ضرورة الوزن بمعنى أن الأصل أن نقول إلا قلنا محمد ومنعنا من الصرف فقلنا محمد سنقوله العاقب محمد العاقب محمدي العاقب ومهما قلت من فتح أو كسر أو ضم فالوزن يفسد لذلك سكون الباء بعض الشراح كما قلنا كالصفاقصي قال هذا للوزن فقط يعني تسكين البائين ما هو لضرورة الوزن والحقيقة أن لنا وجها لغويا لا نحتاج فيه إلى أن نجعله من قبيل ضرورة الوزن وادغطيه عندنا لغة السكت لنا أن نقول إن هذه الكلمة يمكن أن نقرأ أهم على لغة السكت والسكت هو أن تقف على الكلمة دون انقطاع النفس دون انقطاع النفس محمد العاقب لرسل ربه فلا تقف لو وقفت فلا لا يسمى سكتا يسمى وقفا فالسكت هو أن تقف دون انقطاع النفس فإن قطعت النفس عند الوقف فهو وقف بالمعنى الاصطلاحي محمد العاقب لرسل ربه العاقب بمعنى الخاتم بمعنى الخاتم ولذلك من أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب وأسمائه صلى الله عليه وسلم كثيرة لكن جل هذه الأسماء إنما هي صفات إنما هي صفات وقد يطلق الوصف على الاسم قد يسمى بالوصف قد يسمى بالوصف قد يكون للشيء أسماء كثيرة لو تعملتها لوجدت أن واحدا منها هو الاسم وما سوى ذلك فهو وصف كما قالوا إن للأسد أسماء كثيرة بلغ بها بعضهم إلى خمسمائة اسم وزاد على ذلك بعضهم لكن لو تأملت هذه المئات من الأسماء للأسد فكلها من قبيل الصفات كلها من قبيل الصفات وإلا فاسمه واحد وما سوى ذلك صفات للأسد وقد يسمى المرء بالوصف فللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء بمعنى الصفات كهذا الاسم الذي هو العاقب أي الخاتم الذي جاء عقب الأنبياء المرسلين وختمهم وختم برسالته رسالاتهم وبشريعته شرائعهم فكما يسمى الخاتم أيضا يسمى العاقب محمد العاقب لرسل ربه رسل جمع رسول جمع رسول وكذلك هي لغة في الرسل يقال يعني في الجمع رسل بضم السين ورسل فهذه لغة لأن بعض الشراحي جعل سكين السين هنا للضرورة للذرورة الوزن لا يقال رسل ورسل كما يقال كتب وكتب أسد وأسد ونظائر ذلك كثيرة فالوجهان صحيحان وكل منهما لغة مسموعة محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه الآل قد يراد به بهذا اللفظ معناه العام وقد يراد به معناه الخاص وإذا أطلق فينصرف المعنى الأخص وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قرابته كمن آمن من أعمامه وأبناء أعمامه وكذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم وأولاده فقرابته من بني هاشم الذين أسلموا هم آله بالمعنى الأخص لكن إذا أردنا بالآن المعنى الأعم فكل من آمن به صلى الله عليه وسلم كل من آمن به صلى الله عليه وسلم لذلك يعني جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى مخاطبا نوحا عليه السلام الذي ذكر ذكر الله تعالى بوعده قال ربي إنه من أهلي وإن وعدك الحق لكن الأهل بميزان الله عز وجل هم الذين على ما أنت عليه من الإسلام قال يا نوح إنه ليس من أهلك مع أنه ابنه من لحمه وذمه ولكن الأهلية هنا والآلية هنا ليست هي قضية الدم والقرابة والنسب وإنما الانتماء إلى نفس الدين والانضواء تحت لوائه فكذلك هنا هو من باب النبي صلى الله عليه وسلم هم الخواص الذين يعني هم تابعون له محبون له متعلقون به وبهديه وبشريعته فهذا أخص 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 من الآل ومن الصحب فقد يكون هؤلاء حزب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون من الصحابات ومن غير الصحابة فلذلك هذه الألفاظ الثلاثة الآل نحن قلنا إذا أطلق الآل ينصرف اللفظ إلى المعنى الأخص وهو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به وأسلم والصحب هم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك الواحد صاحب الواحد صاحب ويقال الصحابي هذا مصطلح فالصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك يعني لم يرتد وبعض العلماء قال ومات مسلما ولو تخلل ذلك ردة يعني لو آمن به لقياه أولا ومؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات فهذا يقولون إنه لم يفقد الصحبة لم يفقد مزية الصحبة إذن ذكر الناظم هنا الآلة والصحبة والحزبة حزب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس المعنى الحزب بمعنى السياسي المعروف لا أبدا ليس هذا هو هذا في القرآن الكريم حزب الله وليس حزب الله هو المعنى السياسي المتداول اليوم لا أبدا حزب الله أي الذين هم أتباع يعني نبيه وأتباع دينه والذين يعيشون في ظل شريعته سبحانه وتعالى إذن فالآن لها المعنى الخاص الذي هو من أسلم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم لأن ذا بالمالكية هو أن الأمر محصور في بني هاشم وغير المالكية الشافئية والحنفية وغيرهم قالوا حتى بني عبد المطالب وسعوا الدائرة أو ديقوا دائرة ديقوا دائرة إذن الآن بهذا المعنى هم هؤلاء وبنمعنى الأعمى كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وناصر هديه ومنهاجه والصحب داخلون في ذلك والحزب أخص من هذا كله ثم قال رحمه الله تعالى وبعد الآن تقل إلى الشطر الثاني من المقدمة تقل إلى الأبيات الأربعة التي هي في الشطر الثاني قال وبعد الواو هنا تنوب عن أما الشرطية أو التي هي بمعنى الشرط لأن أصل الكلام أن يقول أما بعد أما بعد فأما بمعنى مهما بمعنى مهما يكن من شيء فكذا وكذا يعني مهما يكن مما قلته من الحمد والصلاة وكذا وكذا فإن المقصود بهذا النظم هو وكذا وكذا ولذلك قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفا لتلوي تلوها وجوبا ألفا يعني أما تفسيرها ومعناها هي في حكم الشرط ونقدرها بقولنا مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء ثم نأتي بجواب الشرط هذا معنى أما هنا ثم اختصرها فيما بعد لم يعودوا يقولون أما عند الحاجة إلى الاختصار بل يعني ياتون بالواوي بدلها يعني مضى أن يقول أما بعد يقولون وبعد فالواوي يعني قائمة مقام أما حبا في الاختصار كلمة بعد كلمة هي بطبيعتها تضاف إلى ما سواها يعني أصل الكلام أن نقول وبعد الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذا وكذا إذن فكلمة بعد هي مضافة إلى غيرها فإذا حدفنا ما أضيفت إليه وجب بناءها على الضم لأنه إذا نحذف نقول أما بعد الحمد والصلاة وكذا وكذا لكن إذا حذفنا المضافة إليه وهذا يسمى القطع القطع عن الإضافة إذا حذفنا المضافة إليه فإن كلمة بعد تبنى على الضم فنقول أما بعد أو نختصر فنقول وبعد إذن بنيت على الضم لأن ما أضيفت إليه حذف وبعد فالعلم بأصل الدين فكلمة بعد سواء جئنا بالأصل اللي هو أما قبلها أو بالواب القائم مقامها لا بد لها من الفاء لا بد لها من فاء لذلك قال وبعد فالعلم فاء فالعلم بأصل الدين لابد أن يتع بالفاء والمتكلم خصوصا إذا كان في خطبتين أو كان في موعظتين أو كان في كلام يطول فبدأ بمقدمة يحمد فيها الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من هذه المقدمة الأولى وله مقدمة ثانية وقد تكون له مقدمة ثالثة انتهى من المقدمة الأولى فيريد أن يدخل إلى ما بعدها فإنه يقول أما بعد فكذا وكذا أو يقول وبعد فكذا وكذا فإذا انتهى من المقدمة الثانية التي هي أخص من الأولى ولكنه أراد أن ينتقل إلى مقدمة ثالثة هي أخص فإنه يقول ثم أما بعد ثم أما بعد هذا هو الذي على سمت كلام العرب وعلى من حاه وجهته ومن الخطأ ونأي عن كلام العرب وعاداتهم فيه أن يبدأ مباشرة بعد المقدمة الأولى يقول الحمد لله والصلاة والسلام على سبيل الله أما بعد ثم أما بعد هذا خطأ هذا خطأ فلا نأتي بثم إلا إذا أردنا أن ننتقل مرة ثانية نقول أولا أما بعد بدون ثم فإذا أردت أن تتخلص من هذه المقدمة الثانية إلى مقدمة أخرى حينئذ تقول ثم أما بعد أما من المرة الأولى فهذا لا يستقيم لا يستقيم ولا يكون على منح كلام العرب لذلك قال وبعد فالعلم بأصل الدين والمقصود بأصل الدين أصول الدين وهو علم التوحيد أصول الدين اسم من أسماء علم التوحيد كما تقدم لكم في المبادئ العشرة فمن أسمائه أصول الدين لأن ما ندرسه من أحكام الله عز وجل في العبادات والمعاملات وما نقف عليه في الأخلاق والسلوك فكل ذلك منبثق عن العقيدة ومنبثق عن أصول الدين فإذا علم التوحيد وما فيه مما يعرفنا بالله عز وجل هو أصل لما سواه من أحكام الدين سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق وبعد فالعلم بأصل الدين أي أصول الدين أراد أن يبين لنا قيمة علم التوحيد علم أصول الدين ومكانة هذا العلم وحكم هذا العلم وبعد فالعلم بأصل الدين محتم أي واجب لنا أن حكم علم التوحيد حكم تعلمه أنه واجب عيني واجب عيني ما لا نكون مؤمنين موحدين مسلمين إلا به فواجب عيني نعم التبحر في دقائق ذلك ومسائله الخاصة الدقيقة العميقة والتنقير عن مسائل هذا العلم هذا لكل حال واجب كفائي كغيره من العلوم الأخرى إذن فالحد الذي لا نكون مؤمنين إلا به واجب عيني كما هو الشأن بنسبة للفقه فالفقه أيضا والعلم بالشريعة وإحكامها وخصوصا ما نحتاج إليه لنقيم ديننا ولنكون مسلمين العلم بذلك واجب عيني طلب العلم فريضة على كل مسلم والمراد بالعلم هنا العلم بما هو ضروري من الدين الثابت بالنص وبالإجماع وبما هو منبثق عن ذلك فإذا الحد الأدنى مما لا نكون مسلمين إلا به سواء على مستوى الاعتقاد أو على مستوى العبادة أو على مستوى الأحكام والشرع فالعلم بذلك واجب عيني ما زاد على ذلك من التبحر والتعمق والتنقير ليكون الشخص ملاذا لغيره ومرجعا يستفتع هذا على كل حال واجب كفائي واجب كفائي إذا كان عندنا علماء ربانيون الذين يحملون هذا الدين وهذه الشريعة وأخلاقها وقيمها ويبينها يبينونها للناس بيانا كافيا شافيا صحيحا سليما من منابيع صافية فهؤلاء لابد أن يكونوا في كل زمان وفي كل مكان فوجودهم والحفاظ عليهم فرض كفاية وبعد فالعلم بأصل الدين محتم محتم أي واجب ثم بين العلة في وجوبه وتحتيمه وإلزامه قال محتم يحتاج للتبيين هذا العلم دقيق هو واجب على أي واحد من المسلمين حتى العام الذي ليس بقارئ ولا هو مثقف ولا هو دارس حتى هو يجب أن يعلم من هذا الدين ما يكون به مؤمنا كما سنتحدث عنه من بعد في إيمان المقلد فالعلم هنا بهذه الأصول واجب عيني وعلم التوحيد علم أصول الدين وظيفته أن يبين لنا ما يجب أن نعلمه عن أمور العقيدة وأمور التوحيد هو يقال فيه علم العقيدة تعبيرا بالأعم لأن العقيدة تشمل جميع ما هو داخل في محتوى هذا العلم كل ما يدرس في علم العقيدة من إلهيات ونبوات وسمعيات وكل مسائل هي غيبيات كل ذلك هو من العقيدة كل ذلك يتعلق بما يجب أن نعتقده وأن نشكل منه عقولنا ليتحد بذلك صفنا لأننا إذا انطلقنا كل من المعتقدات فلا يتحد الصف ولا يصلب البناء إذن فإطلاقنا على هذا كله العقيدة هذا إطلاق صحيح هو يعني إطلاق على كل ما يدرسه هذا العلم فهو من قبل دلالة دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه لكن إطلاقنا لفظة التوحيد علم التوحيد على كل هذه المعتقدات هذا من قبل دلالة تضمون لأن دلالة تضمون هي أن يدل اللفظ على بعض معناه أن يدل اللفظ على بعض معناه أما على تمام معناه فمطابقة وعلى بعض معناه فتضم وعلى لازم معناه فدلالة يعني التزام إذن اطلاقنا لفظة علم التوحيد على هذا العلم الذي هو أسر الدين هو من هذا القبل من اطلاق الشيء على بعضه وعلى أبرز ما فيه وأبرز ما في هذا العلم توحيد الله توحيد الله لذلك حينما يعني يتكلم علماء هذا العلم عن صفات الله تعالى ويصلون إلى صفة الوحدانية يقولون هذه أشرف الصفات وأعظمها وأجلها وأوسعها وكذا وكذا وبها سمي العلم سمي العلم كله بواحدة من صفات الله عز وجل هي الوحدانية وبعد فالعلم بأصل الدين محتم واجب يحتاج للتبيين يحتاج أن تبين مباحثه يحتاج إلى تفسير وشرح مضامينه ومسائله وما منه يتكون يحتاج إلى التبين ثم قال لكن من التطويل كلة الهمام لكن من التطويل كلة الهمام تطويل أي إطالة الشرح وإطالة البيان والإتيان بالتفاصيل والإتيان بالدقائق والتنقير عن الجزئيات الدقيقة العميقة هذا هو التطويل وهذا ما يقصده به قال إن هذا التطويل كلت منه الهمام لم تعد الهمام تروم هذا النوع من التطويل ومن الشرح والتفصيل والبيان المدقاق المعمق والتنقير عن المسائل النادرة والتي لا يفهمها إلا القليل المسائل المعقدة التي لا يفهمها إلا كبار الأئمة من العلماء قال إن التفصيل في ذلك لم يعود الناس جميعا أي أهل العلم طبعا لم يعود أهل العلمي مستعدين لهذا التطويل وهذا التفصيل وما إلى ذلك فضطر العلماء إلى أن يقدموا عوض الكتب المطولة وعوض الشروح المعمقة أن يقدموا مختصرات يفهمها طلاب العلمي لكن من التطويل كلت الهمام أي أصابها العياء يقال كلا يكل إذا أصابه العياء والتعب ولم يستطع أن يستمر لكن من التطويل كلت الهمام أي كأنما يعتذر لكونه جاء بهذه المنظومة المختصرة فلو قلنا له لماذا لم تؤلف لنا منظومة من ألف بيت أو أكثر من ذلك أو كتابا مصنفا طويلا فيه شرح عميق وبيان دقيق وما إلى ذلك فكأنما أجابنا عن هذا السؤال فقال لكن من التطويل كلت الهمام فصار فيه الاختصار ملتزم فصار فيه أي في هذا العلم من أجل أن يفهم ومن أجل أن يقبل الناس عليه صار الاختصار ملتزما صار لابد أن نختصر فهو إذن يعلل ويعتذر لكونه اختصر هذا العلم ومسائله في منظومة مكونة من أربعة وأربعين ومئة بيت عوض أن تكون من ألف بيت أو من كتاب فيه جزء ضخم أو جزآن أو ما إلى ذلك فسبب الاختصار هو ما شاع في زمانه من يعني ضعف الهمام وقصور العزائم وهذه المسألة كانت تنقص من زمان إلى آخر هي بدأت من زمان الأول حتى في عهد الطبر بن جرير الطبر المفسر إنما كتب كتابه التفسير الذي اشتهر به يعني لخصه من 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 كتاب آخر أوسع منه بكثير ولكن لما رأى الهمام قد كلت والعزائم قد ضعفت فهو قدم لهم ذلك المختصر فتفسير ابن كثير الذي هو في يعني في أجزاء كثيرة إنما هو بنسبة له وبتقديره مختصر مختصر وهكذا كلما كلت الهمام قابل العلماء ذلك بالاختصار من أجل أن يقرب هذا العلم للناس وخصوصا علم التحيد علم أصول الدين لأن مسائله معقدة ولأن مباحثه صعبة لذلك هذا كله ليعتذر عن هذا الاختصار وعهد عن هذا التلخيص فقال فصار فيه الاختصار ملتزم بالسكون والأصل ملتزما كان ينبغي أن يقول مثلا ملتزما ولو قال هكذا فسدت القافية بل حتى الوزن لذلك اتبع في هذا لغة ربيعة ولغة ربيعة يجوز عندهم الوقوف على الاسم المنصوب بالتنوين أن يوقف عليه بالسكون فيقال فعوض ملتزما نقول ملتزم في لغة ربيعة ونكتفي بهذا القدر وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر